التب العام هو أول مقصد للمريض لإجراء فحوص تبية قبيل التوجه إلى أطباء مختصين لكن وزارة الصحة تسعى لإجراء تغييرات هيكلية تريد تعميم تب العائلة عبر تكوين إضافي للأطباء العموميين وهو ما يرفضه هؤلاء الأطباء نظرا إلى تأثيره عليهم هو التوجه الأفضل والأنسب أنه يتم اعتماد نفس التسمية كان كيف نسميهم؟ طب العام الناس كل وقال مختص طبيب العائلة الناس كل بالقديم الجديد علش؟ على خطر اليوم هذية بشي ذر ناس قاعدة تخدم على أرض الواقع فهم عيادات فهم عبادة عندها عبادة تخدم معها أمر ينظر بتقسيم اختصاص الطب العامي إذن هكذا يراه الأطباء العموميون لكن ليس كل الأطباء على قلب رجل واحد هنا في أحدى عيادات التب الخاص يرى بعضهم أن هذا الإجراء عكس ذلك تماما هو بالنسبة إليهم يعد إصلاحا يتطبق مع المعايير الدولية يتسمى كان جدل بيزنطي لأنه في نهاية الأمر هو صار في أول مراجعة تكوين الطبي في 2011 في تونس صار شبه اتفاق وشبه وعود الأطباء العامين الموجودين في تونس أنه يصير إدماجهم بصفة آلية في منظومة الطب العائلة اللي هو طب العائلة اليوم للتوضيح فقط هو توحيد التسميات على المستوى العالم تتعالى الأصوات داخل الهيئات الصحية إلى وزارة الصحة بضرورة الحفاظ على وحدة الصف للصحة العمومية لا لإعادة تقسيم التخصصات عدا عن ذلك ثمت قضايا مستعجلة ذات أولوية أكبر على رأسها فقدان الأدوية ونقص التجهيزات وتهالك البنية التحتية للمستشفيات قبل أن تنتشر المساحات الخاصة ويوجد الأطباء المتخصصون كانت تونسيون منذ زمن بعيد يتوجهون غالبا إلى التب العام ما جعله يوصف بأنه الخط الأمامي لقطاع الصحة لكن مصيره اليوم بات مهددا بسم دعاسي العربي تونس